خلونا نروح مع حضراتكم للأقطة لأقطة يعني بعد صفارة الحكم وبعد إعلان الحكم ونهاية المباراة وإعلان الأهل بطلاً لدور أبطال أفريقيا وبعد نزول كابتن محمود الخطيب علشان يعني يسلم لعبة النادي الأهل جواز ويسلم على اللعيبة كلها خلنا نروح نشوف اللأطة دي كابتن محمود الخطيب عمل ايه في أرض الملعب في استاد القاهرة بعد إعلان تتويج النادي الأهل بطول الدور أبطال أفريقيا كبرنا الصورة لو سمحت سمير وخرجنا سمير عكاشة كبرنا الصورة ده كابتن محمود الخطيب من أرض الملعب بعد نهاية المباراة وبعد الحفل العظيم اللي احنا شفناه بتتويج الأهلي وهنا بيصلي ركعتين شكر لله بعد فوز النادي الأهلي هو ده كابتن محمود الخطيب بعد المباراة مباشرة وبعد حفل تتويج النادي الأهلي وهو هنا في أرض الملعب بيصلي ركعتين شكر لله إن ربنا كان كرمه وفضله كبير على النادي الأهلي بالأرقام الكبيرة والإنجازات الكبيرة وفرحة جمهوري النادي الأهلي كابتن أمير عايز أسمع تعالى على الصورة دي باللقطة دي والساعة كابتن أسمى يمكن أنا رحت المطش بدري شوية من الساعة 3 فممكن فيه زحمة كتير جدا لقيت كابتن خطيب هو جي الساعة حوالي أزون 6 كده فكان قاعد قلقان جدا كان قاعد في الـ VIP وهو كان الآن متوتر لأنه طبعا هو الرئيس نادي رئيس نادي كبير جدا هو اسمه كبير جدا عنده ملايين جماهير بالملايين طبعا مسؤولية كبيرة مطولة غالية مطولة قوية فيها مكاسب كتيرة جدا لو أنت ربنا كرمك وفيه برضو حاجات مهمة جدا كابتن أسمع أنه هو أكيد كان جواه برضو حتة التنظيم يا رب المطش يطلع بالشكل الحلو ونكسب كان حريص قبل المباراة بيوم كان يتواجد في أثناء التدريب اللعيبة ويتابع كل التفاصيل ودخول الجماهير والتنظيم وكل حاجة بنفسه من أرض الملا هو على طول كده يا كابتن أسمع يمكن هو مسته كمان هو كمان مختلف في الحتة دي إنه هو دايما أي مناسبة أو أي حاجة بتلاقي حتة التنظيم المتابعة بتلاقي دايما لما يكون رئيس باعثة في بره بتلاقي دايما يا كابتن أسمع بيتابع ويشوف بعدين يخلي مثلا سواء كابتن سيد عب حافظ كان موجود أو كابتن خالب بيبو دلوقتي لازم يروحه بدري وينظامه الدنيا أهم حاجة راحت اللعيبة ده اللي هو بيعمله وده اللي يمكن للناس كتير جدا ما تعرفوش إن الكابتن الخطيب دايما بيبقى الآن قبل أي مناسبة لإني طبعا زي ما أنت قلت مسؤولية كبيرة رئيس نادي كبير عنده جمهور كبير جدا نفسه إن كل حاجة تطلع مظبوطة والحمد لله طلعت كل حاجة مظبوطة النظام المكسب الشكل العام أنت بتتكلم في يعني كأنك أنت نادي أوروبي بصراحة يعني عجبك أول اللاط والشكل كل شوية تبص على الصورة دي بص يمكن إحنا ويفنا الوقفة دي كتير يا كابتن أسامة ويفنا كتير أنا وإنت والأجيال اللي قابلينا بس أنا كنت موجود في الإستاد لآخر ثانية أنا ماشي مستاد ساعة واحدة ما شاء الله أنت الموانش ده أنا عدت ثلاث أربع ساعات بعد المباراة عدت أورا أدخلت احتفالت مع اللعيبة جوا بص اللقطة دي أنا كنت في الإستاد هم عاملين نظام يا كابتن أسامة المصورين عارف المصورين كانوا فين؟ زي الموتورات العالمية اه في التراك اه والده كلام ده في نص الملعب طبعا الكاميرات فيها زوب وكده فالكاميرا دي أنا على ستيج ما شفتش غير اللعيبة والكابتن والكابتن كمان على فكرة هو يعني إيه ده الكاس لشيناوي وجي يمشي شيناوي اللي قال له قعد يعني مسك فيه قال له احتفل معنا ظهر في الصورة وخرج ساب اللعيبة تحتفل بالضبط ودي ميزة الكابتن عشان كابا أقولك هو ممكن يظهر في الإخفاقات اللي هي مثلا لو اللعيبة مثلا خسارين ماتش بيظهر أكتر بيظهر أكتر ويشيل المسئولية شفناها في الجنة قبل كده في نهاء دوري أو كده ما كناش خدناها أعتقد أو بطولة شفناها في حاجات كتير جدا في 2002 لو تفتكر أو 2003 في 2003 فاكر لما مش في عكورة مش في عكورة شوفنا الدور بالضبط قال لنا روحوا للجمهور واستحملوا كل حاجة بتحصل وشولوا وأنا هشيل كل حاجة على كتافي وبعده برق المسئولية فهذا بصراحة امتداد قوي جدا للرؤساء العظام للنادي الأهلي كابتن خطيب اسم كبير اللعبة مقتنعة تماما برئيس النادي مقتنعة بلجوميته وبأخلاقه فدي حاجة كويسة جدا والنظام هايل عشان كده هو على فكرة هو مش بيصلي باس عشان ماتش ده هو كابتن خطيب على وطول في الحاجات دي بشكل ده